اشتركوا في القناة بدلا من ان يتدرب على كتابة الخبر والتحقيق تجده لاهثا وراء الشهرة السريعة عن طريق صفحات الرأي الصحافة في بلاد العرب فهلوة وعلاقات عامة هذه ليست كلماتي بل كلمات ضيفنا في هذه الحلقة هي وغيرها احكام قاسية على واقع الصحافة في بلاد العرب واكثر قسوة على واقعها في مصر بينما يزداد المشهد السياسي زخما يوما بعد يوم تتصمر الصحافة القومية في رأيه لدى تكريس الامر الواقع بينما تفشل الصحافة الحزبية والمستقلة في الارتقاء بمستوى المهنة من يدفع الثمن في هذه المرحلة الدقيقة من عمر مصر انا وانت وكل من يريد الاستقواء بالمعلومة خالصة لوجه الله ولوجه الله معنى الليلة رئيس تحريري كبرى الصحف المصرية القومية ذات التاريخ العريق الاهرام الاستاذ اسامة صرايا على اهبة الدفاع عن مؤسسته العملاقة وزميلاتها من المؤسسات الصحفية القومية امام ضيفنا الاستاذ الدكتور مأمون فندي المفكر السياسي المصري استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون الامريكية ورئيسي برنامج امن الخليج في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن مساء الخير انا عايز ابدأ سريعا بالكلام اللي انا ذكرته اذا كان دكتور فندي لحظت انا في اثناء قراءتي للمقدمة انه تقريبا بيتبرق منه لا مش تبرق الحقيقة هو طبعا تقريبا في تصوري ده انه كلام قلته في مقالات مختلفة في ظروف مختلفة يعني في النهاية لا ينسحب على اليوم ولكن كان هناك ظروف معينة كان فيها انتقادات محددة لفترة محددة او لاحداث محددة لكن في النهاية لا ينسحب على عمومه لانه كما تعلم انه الفرد منه يجب ان ينظر الى الحالة ويقيمها كما هي هل اتبرق من كلامي لا على الاطلاق انا انطلق في هذا الموضوع من منطلق اساسي وهو اننا جميعا سواء في الحالة المصرية وهنا نتحدث عن الحالة المصرية تحديدا سواء كنا متفقين او مختلفين الهدف اننا نتفق ونختلف لتعظيم المصلحة الوطنية العليا ولتعظيم الشكل العام لما نراه كمجتمع مصر فاذا كانت الصحافة لترق الى ما نراه كمصر التي نتصورها لابد ان ننتقدها وننتقدها بشدة يبدو ان في اسناء تحضير الحلقة انا شوف توقعت ان حضرتك ممكن تبدأ البداية دي وعلشان كده حضرنا اول جرافيكس اللي هو المادة الاولى من قانون الصحافة لعام 1996 المادة الاولى بتقول الصحافة سلطة شعبية تمارس رسلتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي واسهامها في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الانباء وذلك كله في اطار المقاومات الاساسية للمجتمع واحكام الدستور والقانون استاذ اسامة سرايا الكلام ده فعلا صحيح؟ بداية ان انا مش جاي عشان ادافع انا جاي عشان اتكلم في الموضعات وانا جاي برضو احترام ان انا بحب الدكتور المأمون لما عرفت انه حانا ايش انا قلت انه رجل مخصص قبل بعد الحلقة وبحترم رأيه لكن مش داخل في المنطق الدفاع ولكن ممكن جدا نتبادل معلومات ودايما مهنتنا دي مش لا تصل للكمال ابدا بسموها مهنة الخطأ برضو ولازم في النهاية مفيش ما يسمى النقد في عالم الاعلام كتير والنقد مهم جدا ليه اي فن او اي حرفة او اي تقدم انساني مهم جدا النقد وبناء النقد اعضية جوهرية ولكن دعنا اقول لك وبكل بساطة وبكل يعني قوة انا اذا كان الحكم هو الدكتور مأمون وضحه الان بشكل مجمل كده ده يعني انا يعني ما اعتقدش انه سعيه بس اهل انه لا يتبر من الكلام اللي انا قلت في المقدمة بس اعتقد ان الصحافة المصرية بكافة اشكالها سواء كانت قومية او حزبية او مستقلة هي بتتطور جدا وهي مزالة ام الصحافة العربية وهي مزالة الكلمة الطازجة والكلمة الحرة بجد في المنطقة اللي بنعيش فيها ومزالت رغب كل التصابق اللي حاصل موجود في عالم الاعلام والميديا هل فعلا استاذ اسامة مقتنع فعلا بداية يعني طب انا عايز اسأل دكتور مأمون قبل ما ترجع مصر وانت سواء كنت في امريكا او في الريطانيا كنت بتقرى الاهرام الاول ولا الشرق الاوسط ولا الحياة بكل صراحة بكل صراحة كنت بعر الشرق الاوسط الاول للحياة وبعدين الاهرام ده بكل صراحة وبأمان لكن ليس الهدف من الترتيبة دي يعني في النهاية انك انت بتفرد نوع من التميز النوعي ولكن انك انت التغطية قد تكون في الاهرام اعمق في الداخل ولكن في الخارجي اقل فانها بتغطي المنطقة كلها من خلال الشرق الاوسط الاول والحياة لكن ليه مجموعة مناحزاتها على الكلام لا بس انا اقول لك ليه لا عليش مش احبش عليه هو كان ليه اهتيامات خاصة بالخليج فالصحف الخليجية بتبقى اكثر عمقا وده نقطة تانية انا مرة الدكتور فاتح السرول بيقابلني يقول له اسامة انا دايما بحتفظ بالاهرام تحت بضاء وبقرها دايما بس اخر واحدة ليه قلتوه عشان ما بنجتمكش لكن انا الصبح انا خليك الصبح تقرى الاهرام اول واحدة لما انا كل يوم حطيلك خبرة حطيلك فيه ايه خاصة انت سياسي بتشتغل في اللاب اللي فعلا انا بتابعه الجنة بحطه عندي في البيت فيه كل واحد رؤيته بتختلف وانا ممكن اكون رئيس تحرير مثلا جرنان وهو بقوم بالليل عشان اجيب الجنة تانية عشان اعراها الاول قبل الاهرام او غيرها مش عشان خاطر انا بدور عليهم عشان اشوف ممكن سبق ان ايه وكل شيء اهتمات البشر بتختلف دايما بتختلف لكن هو لو ما قراش الاهرام ما يعرفش يقرى مصر صحيح واخت بالساعتك لان اللي يقرى الاهرام يقرى مصر ولي يقرى الاهرام كويس يعرف يقرى كمان العرب كمان كويس طيب جميل لان الاهرام هي اكسر الصحف عمقا في محيطها في بلدها وفي محيطها طيب انا عايز هخلي حرارك تكمل كلامك دكتور امون بس انا عايز يعني اعرض على السادة المشاهدين وعلى حضراتكم المادة التالتة من قانون الصحافة العام 96 اللي بتقول تؤدي الصحافة رسالتها بحرية واستقلال وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالاسهام في الاتداء الى الحل الافضل الى اخر مجموعة الكيووردز دي او الكلمات الاساسية دي يريد تحطها لي برضو في السياق من خلال متابعتك لي الواقع الاعلامي في مصر بالمناسبة يعني كلامنا مش على الاهرام بس سيد اسامع لا 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 اصطعاف المصريك انا اصطعاف شكرا انا اعتقد انه انا ليا وقفات مع حضر الوقفة الاولى في مسألة السحافة كمهنة السحافة كسلطة رابعة السحافة كسلطة رابعة هي التي تحاق يعني على الاقل نقرأ منها السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية في اي دولة وهي التي تحاكم الجميع باعطاء القارئ معلومة سليمة مشكلتي الان مع السحافة المصرية ان معظم من يعملون في السحافة المصرية وباسماء قد احددها لو اردت يعني معلوم المستشارين لدى الوزراء الذين يعتبون مفيش ده على تحدي الاسماء لكن هي ظاهرة هي ظاهرة وتستوجب مهم انا اعتقد ان رئيس التحريق انا اتفت معك ليست ظاهرة ان رئيس التحريق وعملية اقلية ومحدودة جدا ويجب ان يكون عندك اربع تلاف سعفي او خمس تلاف سعفي منهم خمسة او عشرة مستشارين لوزراء هذا لا يعني ان هناك ظاهرة لمنطق الظاهرة ده منطق تاني يختلف ولكن يشوش يشوش لكن مقدرش اسميها ظاهرة يشوش على مستشارين بلاش نستخدم كلمة ظاهرة خلينا نستخدم كلمة مبدأ المبدأ في حد ذاته انا اعتقد ممكن سيد أسامي اتفق معايا اتفق معايا بس اعزي اقولك على حاجة نحن ورسنا في المرحلة الماضية صحف فيها عمالة كثيرة جدا اكتر من طاقة الصحيفة وورسنا في نفس الوقت كمان صحف عايز اقول اقتزت فيها العمالة وكان صعب انك تستوعبهم بشكل كبير ففي الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول لا يتحملوا مسئولية في الصحيفة ليس لهم اي اتخاذ قرار فيها بشكل معين وكمان كمان كان حصل حاجة في الصحيفة المصرية خطيرة جدا ان الصحفيين او الاعلاميين في مصر كانت اجورهم الاعلى لسنوات طويلة حصل ان الاجور تزارت جدا في مصر مع حركة الانفتاح والاقتصاد طور الشركات والبنئسية والتطور اللي حصل في الاعلام واجور الصحفيين ما زادتش فكان التجاوز هنا تم او حوالا لأعداد كبيرة موجودة في الجرائد وفي نفس الوقت للظروف الاجور خاصة اللي موجودة في الصحافة لكن في نفس الوقت احنا بقولك حاجة احنا في السنتين ثلاثة لأخمين اكتزنا ازمات مالية عالية